كمان عندنا حاجة مهمة أول سعد سمير سعد سمير أحد نجوم الجهد الأهلي هو حالته جيد ما عندوش أي إصابة بفيروس كورونا إطلاقا وعمل مسحة مع اللعبين وكمان من شوية عمل مسحة أخرى جديدة آخر نتيجة طلعت لمسحة سعد سمير كانت سلبيا مفيش أي مشكلة خالص لكن الأمر بيتعلق بوالد ووالدة سعد سمير وأخوه محمد سمير لعب طلاق على الجيش ومدفع فريق طلاق على الجيش للأسف الشديد هم عندهم كورونا ويعني من أسبوع تحديدا بيعانوا من الأعراض والأعراض كلها للأسف الشديد موجودة عند والد سعد سمير الحاجة سمير ووالدة سعد اللي حضر لكم شايفينهم طبعا في الصورة ومحمد سمير كذلك حالتهم بتتحسن نسبيا بتتحسن نسبيا لكن يعني إن شاء الله كل الدعوات والتمنيات لهم بالشفاء العاجل وأنهم بإذن الله يتعافوا من هذا الفيروس وسعد موجود مع الفرقة الجهاز الفني كان يعني إداله الإذن أو قال له لو حابب أن أنت تبقى متواجد بجوار أهلك روح في نفس الوقت مستر موسماني كان متمسك أن اللعب يكون متواجد في النعسكر رغم أنه مش هيشارك فيه مباراة نهائية طبعا فاللعب لسه ما قررش بشكل نهائي حيعمله خلال الساعات الحالية لكن هو بيتواصل بشكل دائم مع أهله لانتمنى لهم يا رب كامل السلامة وإن شاء الله بإذن الله يتم شفاءهم على خير ده فيما يتعلق بكل الأمور اللي خاصة بلعبي النادي الأهلي وكل واحد مصاب إن شاء الله يرجع سليم